السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتك أما بيذكر كلمة التربية تربية ابنك مش متربي الولد ده قليل التربية احنا بنهدف إلى تربية الإنسان المواطن الصالح كلمة كتير أو بنسمعها في حياتنا وفي مجتمعنا وفي إعلامنا ولكن هل يعكس أو تعكس الكلمة مضمون ومعناها هل حضراتكو عارفين يعني إيه تربية يعني إيه معنى ودلالة هذا المفهوم يربي أو يربى هل التربية تعني هذا الزرع الزراعة إنك بينمو الطفل أو ينمو الإبن فبطرعاه ويكبر زي الزرع اللي احنا حواليه ده يعني هل معنى التربية جاية من النمو من الرعاية من التنشئة من التنمية من الإحسان من العطاء من الزراعة أن تزرع فينمو فيكبر كما يفعل الأبناء أو يفعل الأباء مع أبنائهم التربية لها معاني كثيرة جدا ورب الشيء يلقائم عليه فالتربية أنك تقوم على الرعاية على فكرة اختلفوا كتير جدا في مفهوم التربية ولكن اتفقوا طبعا اختلفوا حسب فلسفة كل واحد والنظر للإنسان ولكن اتفقوا على أمور واضحة جدا مثلا أفلاطون قال كل ما يؤدي إلى نمو الجسم الجسم والعقل والنفس ويؤدي إلى كمال النفس والجسم يعني أي حاجة تخلي النفس طاهرة طيبة جميلة وليست شريرة والجسم أيضا ينمو نموه طبيعي كل الده أحد أشكال التربية فلاسفة وعلماء كتير جدا تكلموا عن إن التربية تعني النمو الأخلاقي وإن البحث عن القيم الخلقية وإحنا على فكرة في مجتمع يبحث بقوة في الوقت الحالي في عالمنا العربي وغيرها من المجتمعات عن معاني الأخلاق الحقيقية الخلق كقيمة كبيرة جدا للأسف الشديد غاب وضاع وضيع لا حديث عن العطاء ولا الإيثار ولا الحب ولا التواضع ولا معاني الخلق بمعنى ودلالات ولا تربية لدى الأبناء بالمدرسة لأن المدرسة لم تعد تؤدي الضور المطلوب منها في هذا الأمر أرجع ثاني المفهوم التربية قد يعني البناء الأخلاقي للإنسان قد يعني البناء النفس للإنسان قد يعني التوازن والنمو للإنسان نموه مهم توازن العاطفي للبشر ورعايتهم رعاية كاملة والاهتمام بهم ولهذا وأنا بختم المداخلة الأولى ضمن أهداف التربية قد تجد أن هناك تربية بيئية أنك تربي الإنسان على احترام البيئة ورعايته يبقى إذن لا مجال للتلوث لا مجال العنف لا مجال لاستخدام الطاقة النووية وغيرها في الأغراض غير السلمية بتتكلم عن التربية الاقتصادية كيف نربي البشر على الاهتمام بالاقتصاد ونموه ورعايته تكلم عن التربية الاجتماعية تكلم عن التربية السياسية شوفوا التربية في كل شيء وبالتالي قيمة التربية لكونها في كل شيء يستوجب أن نقف أمامها ونتكلم عنها ونحلل هذا المفهوم ونتعرف عليه أكتر وده اللي هنكمله مع بعض في المدخلة القادمة إن شاء الله انتظرونا في أمان الله